مرحباً بكم أجمل لكم فيديو جديد اليوم أجمل لكم فيديو مره مميز فكرته أننا سنجيب ألعاب الإطلاق حق الجيل الجديد ونحاول نرتبها من ترتيب سوبر إلى ترتيب يجيب النوم يعني خلينا نبدأ من أول لعبة فعلا أول لعبة بالنسبة لي يجيب النوم القائمة هذه باكس ناكس باكس ناكس يجيب النوم؟ لا، أنا أختلفين أختلفين فاهمني لماذا ستستاهل أنها يأتي مننا؟ لأنها أول شيء لعبة رهيبة وأنا متحسف أن الناس عندنا لا يستطيع لعبونها لأنني ممنوعاً لا أعرف لي ثاني شيء استخدمت خاصية بلاي سيشن فايف كلها اليد قصد دول سينس مر خدمت حتى لو تضع الأفخاخ تنور و تطفي و تطفي اليد عليك بشيء رهيب هناك أشياء كثيرة لعبة نفسها مثل لعبة بوكيمون وفيها ألغاز وحوارات رهيبة وتمثيل صوتي لا أعطيها سوبر بس أعطها مولع يأتي مولع أعشان أعشان مولع أسحبنا المولع طيب يلا أنا أخترت أنا أعطيت كيام بداية أنت أختار أنا ديمون سول سوبر و أنا تنقش ديمون سول سوبر ليس كما أقدر أقول شيء عارف ديمون سول سوبر كنت من النعاب عارف اللي كنت خايث منها بالتريلرات القديمة أتذكر كنت أقول لي دائما تقول لي لا يضاءة لا لا بس تغيرت تغيرت كثير عن العروب اللي عرضها من قبل الأول مرة شوف اللعبة أول مرة بس من قليل من العاب اللي تشوف العرض حقها الأول سيء بس اللعبة تكون أحسن من مراحل من ناحية الرسوم من ناحية التفاصيل اللي فيها بلو بوينت بدعوا صراحة يعني صراحة والدك يمسكون حين قال لي فيه شاعي قولك يمسكون مثل جير يمكن الأولى ما ندري صراحة ديمون سول سوبر ديارة أنت الحين ثانية فورتنايت هل لماذا بدأت لقسم بعد؟ لا بس نزلت لها نزل لها التحديث وما نزل الجيل الجديد؟ لسه ما نزلت نعم موجود من البداية كان من أول الألعاب اللي نزل لها التحديث تحسن رسولنا رفعت من الأداء فورتنايت؟ شوف أنت استاهل في القائمة هذه أنا تساني عن فورتنايت؟ ماذا تجرب؟ لا أنت قل من لعبك لم تجربت لعبه مرة واحدة؟ إلا طيب شوف صراحة كان أحد جربت وقالك فيه 120 فرايم 120 طار صارت يلا حط مولع عشان ما يسعوا الناس أو يأتي مننا ماذا يأتي مننا؟ لا يأتي مننا عادي فورتنايت فورتنايت لا تغيّهوت كثير لا تسوى أنها تكون شيء جامد اللي لعب لعبها اللي يعرفها اللي معرفها مستحيل ماذا يعرف فورتنايت؟ طيب يا الله هذه كانت خيارة أنا حدوري؟ طيب قاد فول عشان نتكملها ملحين هذه يضعها لك عليه مرة موجبك نوم ولا يأتي مننا يا أخي مشكلتها أول لعب إعلان البلايسيون 5 شوف 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 أنا اللي بلعبتها جمعت لك ديستيني زائد قاد فور قاد فور من ناحية العوالم أو طريقة اللعب من ناحية نظام اللعب الذي فكرت دخلك أولاين و دخلك الكوستات لا يجب أن تفتح هذا لكي تتخلص هذا لكن نظام القتال فيه جدا ممتاز هو مشكلته بس أن تكرار لبكرة و تصميم الأعداء تشعر بشكل جيد توقع تنتظل إضافة على فكرة لها نظريتي لها مثل ديستيني أول منزلت الألف أو الوحدة لا يوجد شيء لا يوجد شيء حاليا نضعها لك عليك أستغرب ألعاب مثل هذه عندما يرون أمثلة كيف بدأت بداية تعبانة و مع الوقت قامت تتحسن أنهم لا يبدون صح لماذا يبدون من المنطقة السيئة بعدين يبدون إن شاء الله من كل إضافة تحسنها من كلام تحسن نوع هل تتعلم؟ لا 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 نظام القتال قلت لك ممتاز ولدي يأتي منها لأنه مشكلة لأنه يأتي مننا تصدقنا لديه مستوى طيب قرر ينفع يأتي مننا جمب فورتنايت يأتي مننا طيب ليس فورتنايت يأتي مننا دعونا اخترت ديرت فايف ديرت فايف هذه أكثر لعبة سببت دراما مشاكل لعبة مسوقة لها للإكس بوكس لكن أداءها أحسن على البلاي ستيشن في 120 يطار يقولك البلاي ستيشن أفضل بحيث أنه برضه نفس الرسوم الشخصيات والعالم والرسم أحسن والرسم أحسن بعدين الشسم عرفت الذي يرسم أشجارة الرسم في اللعبة بلاي ستيشن فايف أكثر مشكلة المطور مصر يمدح نسخة الإكس بوكس أكثر لكن اللي واضح إن نصة البلاي ستيشن أحسن بس هذا ما لا أدخل في التقييمة كانت حلوة هي طرق ممتازة ديرت فايف صراحة من اللي شفتها هنا اللعبنات جملةية حلو مره ممتاز يعني غروفكس ممتاز في أكثر من أطور فيها طور الكامبين حلو مره إذا كنت كثير في الطور اللي بس تقعد تسوق وتنبسط بدون ما تشيلها من أي شيء يعني صراحة أنا ديرت فايف لها أجزاق قديمة بس ما تخذ جزء زي كذا بدا صح في السلسلة كلها صحيح فحطها ملع حطها ملع الله أنت كريم مرة نعم صراحة يعني لعبة ممتازة شوفه صراحة طيب هيا الآن اختار شيء سبايدر مان شوف هادي وضع أنه عندك يعني لأ لا شعر مختلطة شوفوا كانت مختلطة بالصراحة شوف الفكرة أنه أنه ألعب ها اللعبة وحده هذا يعني قبل أن تتلعب في الدعايات مثل هكذا توقعت أنها تكون لعبة دي لسي حقة الأولى هي أصلا شكلها دي لسي وقالوا يلا خليها الأساس هي الأولى بالصراحة أضافه أشياء جديدة يعني نظام القتال هذا الـ Venom Attack الأشياء الجديدة هذه غيرت اللعبة تماما بالنسبة لي لكن هي مو تطلع لك أنت لما تعدي تعبي الكومبو لفترة معينة هذه موجودة من أيام باتمان ترى بس نقول لك سبايدر مان الأولى كان فيها بس نخذينا من باتمان كلهم بالنسبة لي يعني بالنسبة لي ما حسيت فيه اختناف كثير غير ممكن لما تخليها 30 فريم تشوف في الريتريسنج والله صراحة أفضل يعني أنا أنا من أولي أحب الإطارات بس استمتعت أكثر في الريتريسنج ذاتي الإطار أكثر يعني الجرافيكس مع الإضاءة وذلك كيف تدخل مباني لإعكاسات الأضواء وذلك مع الوقت حسيت أن الـ 60 فريم ليس قاعد يعطي أكثر على اللعبة هذه لأنها 30 فريم تكلمت بعد الأعداء وذلك لكن لا تظهر أنها تضغط زره تجربة سينمائية أكثر سينمائية أكثر لا تكون لعبة أكشنية بزيادة فصراحة يبدعوا هي فيها صراحة أردني سوبر بس أنت ما تبي فيها أحطم ولا إذا أبغاه أنا مقصة أني ما أبغاها سوبر وقدر أن ما حسيت أنها قدمت أفكار كثير جديدة أيس أنا معك في هذه النقطة يعني تمنيت أنها الأبسط شيء يبعدون عن نيويورك لأن نيويورك تفزت منها ولعبتها كثير في سبايدرمان اللي نزلت على البلاي سيشن هارلم في نيويورك؟ كل خريطة نفس خريطة اللعبة فاصل بدأ اللعبة يقول لك أنت سبايدرمان حق نيويورك قاعد يقول لك يا بيتر باركر قاعدت اللعبة قاعد يقول لك مولع؟ مولع مولع طيب Observer Redux هذه اللعبة مدحهوها الناس كثير لي وانت مدحتها وعرف كم واحد مدحها جربتها صراحة وانعجبت من القصة من الأفكار التي تقدمها وصلت بها تقدمت؟ ليس مرة بس اني سلمن به والشي الرهيب فيها الممثل الأساسي هو كان نفس الممثل اللي يمثل نفسه كربوت فيه في فلم بلايد رانر اللي هي الأول بلايد رانر كان اسمه ايش؟ بلايد رانر بس يسمك لا اسم بلايد رانر حاجة واسناس يسمك المهم لا اسم بلايد رانر دول رقم المهم المهم الذلن الأساسي في ذاك الفيلم هو المثل هو شخصير قدرخ هذا اللعب وداء كان جبار في اللعبة هناك شيء مهمة جدا هذه اللعبة أصلا نفسه نفسه اللعبة أمنيجيا اللعبة الثانية هم نفسه اللعبة هناك مقاطع في اللعبة عندما تدخل داخل مخ الإنسان في القصة صحيح تبدأ تشتغل شغل لير وفير أشياء تتغير لعب لير وفير هذه اللعبة جمعت لك لعب لير وفير وجمعت لك أيضا نظام التحقيق مره ممتاز فيه نظام سايبربنك سايبربنك هي نوع جانرة ليس بشرط اللعبة في مستقبل عصر عصر سايبربنك هل تستهل هل تستهل تستهل سوبر 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 لأن هناك أفكار لا تحصلها في ألعاب ثانية وسابقة أفكار موجودة في سايبربنك الناس ترى في سايبربنك اللعبة ولكن في الواقع هي موجودة لا لدي مشكلة سوبر هذه من أفضل ألعابي طيب اختار أنت شيء نعم طيب أختار لعبة دقيقة مشكلة باقية للألعاب حتى أسترو بلايروم أسترو بلايروم مشكلة لا أستطيع أن أعرضك فيها سوبر لماذا؟ هذه تعتبرها أفضل لعبة إطلاق مع جهاز جت ومجانية ومجانية وتستطيع أن تلعب فيها ممكن أربع أو خمس ساعات تضيع تظهر كل شيء ترى الأسرار التي في العالم طبعا المتعة في اللعبة كلها كيف أنها تبريك اليد بلاي سيشن 5 دول سنس وكل شيء فيها صغير من الحركة من نفسها وكل هذه الأشياء أتدري شيء معلومة غريبة أكتشفتها قريبا أن الناس الذين يعملوا الـ HD رنبل حق ننتند سويتش هم نفسهم الذين قدموا سوني تقنية الرنبل حق ننتند أوه ننتند الأولى أول شيء ما لدينا سوني قراءة سوني زبطتهم أكثر حلو حلو طيب ما دامنا تكلمنا عن ألعاب سوني سنقول ساكبوي 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 وين هذه ساكبوي هذه اختصاصك أنا لعبت كنت عجبتني الأولى والثانية لكن عندما جاءت سومو مساكتها الثالثة جابت العيد فيها أعرفت أشياء كثيرة مرة خرضوا فيها بالنسبة لي وهذه من شركة سومو نفسهم لا أدري صراحي يعني أنا انبهرت من الرسوم لكن مشكلة التحكم كما قلت فيه مشكلة أن تشعر بطيئة الحركة قليلا الأفكار في بعض الألعاب مراحلة قليلا لكن المشكلة العرفة ليست ممتعة لما تلعبها مع أحد لو معك ثلاثة أو اثنين فيها متعة ما تحصلها في الألعاب كثيرة موجودة خاصة كموجودة كلعبة إطلاق من الألعاب الإطلاق الموجودة هنا ما توقع فيه لعبة جماعية ثانية غير فاترس صح فكلعبة جماعية يعني أنا أنصح فيها صراحة إذا تريدت لعب وتقضي مع أخوانك وتلعب أنت مع أخيك فساك بوي لكن هناك مشكلة واحدة إن اللهي لسه ما فتح لو أنا قلبي يفتح بعام 2021 شهر بقى شهر نعم نجوف أين تبقى هم؟ أنا لا أعرف أشوف أين موقف كنت أنا حل أنازين لننقص شك فيها لأنها صراحة فيها كثيرة ولعبة أنا لم ألعبتها صراحة لم أكن أقولك بها بالضبط لكن من لعبنا وجربناها حاس مولى تجري تجري مولى أنت مولى أختار؟ نعم نختار نعم طيباً ديفميك رايس بشيال ادائشن هذا قطة لك عليه ها؟ ليش؟ لأنه لا يوجد فرق أبداً عن الوصف 120 هرت لعبت في البيسي 160 هرتز لم أفرقت عاد يعني لعبها وخلصت أمها تسمى بيرج الموجود؟ لم أتميت لذا بيرج الموجود حاطة لك عليها يا سجال حتى الريترايسنج فيه سيء جداً وهذا قد يخوفني نص الريترايسنج نعم نص الريترايسنج أنا على الكلام قال لك أن الريترايسنج فيه ليس شغار بشكل كامل هو على الكلام ديجزل فاوندري عندما أعمل الريترايسنج في قبل أن هذا هو الريترايسنج هو الريترايسنج فيقول لك أن هرخبين أن هذا هذا ما حيث عن سيء تذكره لن يخاف المقبل بحين ندورك بحين ندورك صح؟ لا أنا أختار دميك رايش أنا أختار أساسين كريت للأمانة لم أحسنت لعبة جيل جديد صح؟ لا تحسنت لعبة جيل جديد لماذا لم أحسنت لعبة جديد؟ يا أخي لأن الجرافيك لي لم تميزت كثيرا عن اللي قبر بالعكس أحسنت كثيرا من أدسي لا أحسنت العالم تفاصيل فيه أكثر ليس بشرط أنك بضخامة عالم أدسي و عالم أوريجي لكنه مليان أتكر عالم هذا الشيطاني طريقة الاستكشاف فيها عجبتني مرة أن نضع لك شيء مثل التريجر والأرتيفاكت وهذه فرق لك بحيث أن أعطاك مثلا أنت على كيف تختار تقول لك أنا أحتاج أين فلوس؟ أين أحتاج فلوس؟ أوه هناك كنز سأخذه هذا عجبتني الفكرة أنا أعطيك فكرة هذه لكن أمس لعبتها لكن لعبتك كثير منك صراحا أنا أتكملت عشرين ساعة أتكملت عشرين ساعة أتكملت عشرين ساعة أقربت شوي من النهاية مدائس شوي حسنا أصرت أرجع ناظر مهمات الجانبية والورد إفنت اللي موجودة فيها الأشياء التي تتكلم شخصيات وتعيش سيناريوات ولحظات مرة ما تنقهر هذه شريحة من الناس متأكد أن يلاعبون اللعبة ما رح يمرون في هذه اللحظات فأي واحد اللعب اللعبة جربوا الورد إفنت إذا وجدت مشروع مغريب كلا بيصير لك شيء مرة رهيب ما هو الورد إفنت الورد إفنت تتلقى شخصيات موجودة مثلا واحد في بداية اللعبة تتكلمه تلقى نايم وفجأة لما تحاول صحي يقوم يتحرك وهو نايم أي يمشي هنا ويمشي هنا وبغير يطيح تساعده هذا الورد إفنت هذا الورد إفنت اللي تتقابله في اللعبة وكل الواحدة تكون بسيناريو مرة مختلف عن الثاني ويتعرفك عن العالم ولكن هذا كله جيم بلاي كله جيم بلاي كله جيم بلاي والغرافك ماذا الشيء الموئي يجبك؟ بشكل عام التفاصيل لما تجد دعايات مثلا ليس بسيئة على الشخصيات ليس بمستوى ألعاب ثانية ليس مثلا سبادر مات لا ولكن بالنسبة للعالم بالضخم وهذا الضخامة وفيه أشياء بالهبل تقدر تسويها تقدر تضيع فيها ساعات ولا هي مملة لا لا مملة لا مملة لأنني أرى حرام معثن تأخذ مثلا شيء يأتي منه يأتي منه يأتي منه أحسن شيء طيب أختار أخذ باتلس هذه الوحيدة التي لعبتها أنا لم ألعبتها باتلس دعني تحفظات عنه أخذها كولف دوتي مدام تتكلم عن اللعبة كبيرة أنا أتكلم عن كولف دوتي أنت من رجحها تفهم أنا لم ألعبتها مرة لم ألعبتها أمس جيت هذا شيء رفعت غطي صراحة أنا من النوع أنا لا أحب على أبنطبئ أحب ألعب كمبير عندما ألعبت اللعبة أعطني ذات خياراتي ملتوبلاير زومبي أركيدي لا أعلم شيء أنا قلت أين الكامبير؟ قلت أنني أزلوا ثماتيك نزلت من الثلاثة عندما نزلت كلها بعدين ألعب كمبير لابد أن تنزله ها؟ طب و ذالي؟ لا لماذا؟ لماذا لم أعدني خيار من كمبير أن ألعبتها أو أضطني أربع خيارات لابد أن تختار واحد منهم لماذا خلت كمبير لاطعة؟ هذا شيء رب أضطي فلسه ما بدأ الكامبير لا أقدر تلعبها لسه نعم فأنت تكلم عنها أحيي أنهم حاولوا يجربون أفكار جديدة في طور القصة حلو لكن لعلها ما ضبطت معهم الأفكار التي تقدمها تعطيك يعني توهمك أن أنت لك خيارات و أنت تقدر تسوي أشياء لكن في الواقع قرار واحد تسويه في الجزء الأخير من لعبه و هو الذي يحدد لك أي نهايات التي تصبح لك هناك نهايات في اللعبة هناك ثلاثة نهايات مختلفة و يجب أن نعيد لعبك لك لكي نطلع على ثلاثة نهايات تعيد لحظة معينة في اللعبة و تبين لك الثلاثة نهايات فكيف أنها ستوهمك في البداية لأن كل قراراتك مهمة و الأشياء في الأخير الأشياء التي تفتحها لا يمكن أن تفتح لك مهمات جانبية لأن تلعب فيها بودز يعني مثلا عندك هذول اثنين يقول لك يقول لك خذ هذولي يقول لك أنا أخذ ذا الحين هذا شكلك قرار مهم بس في نهاية مو مهم لا يتحرك شيء أبدا لا يتحرك شيء أبدا عشان كذا يعني هذا الشيء محبط الأولاين موجود و كويس لذلك الأطور فيه ذاك الزود مثل ديرتي بومب عندك طبعا لا إله إلا الله الطور الزومبي هذا خارق بس أنه في أفكار مرة جديدة في الزومبي خلتها ممتعة والقصة أنا أشجع أنهم حاولوا يسوين شيء مختلف لكن من ناحية الحرية في تنفيذ المهمات و كل مهمة الجزء الأول كان أفضل منها واو اللي هو كون في دوتي مدرمون فيه نتحطها لكن عجبتني فيها شيء مثل الزومبي وبعض الأفكار الموجودة في القصة فأعطيها مولع لني أحييهم على بعض القرارات اللي شوي تحسها جريئة لكن بالأخير تراجع وما أجعلهم مرة مرة جريئة المشكلة حيني أنا واف ولا واحدة جرت منذ أوري أنا فهد كده تخلينا نتكلم ماذا؟ 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 واشتوكس؟ خلص خلينا نقول ياكوزا ياكوزا؟ أختار ياكوزا ماذا قال ما لعبتها بعد ياكوزا ما جربتها؟ طيب أوري 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 الأولى ماذا الثاني؟ هذه الثاني ماذا لعبت؟ من هذه الثاني؟ خلاص أنا مبنى الحين أنت تسألني أسئلة وأنا بقول لك ليش أني اخترت هذه في بارميهم أنا في التخيل وانت عاطمي أسماء حلو؟ خلاص ياكوزا دراغن يجي مننا يجي مننا؟ ليش يجي مننا نواف؟ يجي مننا لأن الجيم بلاي الجديد مرة 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 لا اعجب لا معجبوا لماذا معجبك؟ لماذا معجبك؟ قدمت في اللعبة شوي مشكلتها أنها بطيئة مرة بطيئة وبالبداية لا يجي من تقوم بسكيب للأنيميشن حق الضربات الخاصة لكن يجي من تقوم había سكيب بعد فترة ويجي من تقوم بسكيب بعد فترة من تقوم بالأنيميشن لماذا للأر اريق جاية أصابة جاية خليط بين ألعاب استراتيجية لأن موقعك في المعركة مهم مثلاً دعوني أنه أنا هنا و قدامي ثلاثة أنا أريد أن أضرب الشخص آخر واحد بين الثلاثة للشخاص القدامي تختارها لا تختارها حسنًا تختارها ولكن لو هناك اثنين قدامها ينضربون هم لا ينضرب أنا أقول لك كذر طيب حلو كذا نعم هناك أشياء مثل ذلك نوعا ما خلت من التجربة أطول قليلا المزعجة المزعجة أطول لكن الشيء البعيد الذي يشفع للعبة و يجعلها يأتي منها قصتها قصتها مع أني أنا فيها عوامل ما تعجبني لكن بشكل عام شخصياتها يعني بالنسبة لي أحسهم مزعجة لكن هناك ناس كذير حبينها لكن القصة العامة فيها فكرة حلوة و مميزة أكثر من أي قصة ياكوزا ثانية وهذا الشيء الذي يجعلك تتمشي تتقبل نظام القتال و تمشي نفسك فيه حتى تدعس و تشوف القصة الكاملة التي فيها عامل مرة مميز أحس أن أفتقدتها ألعاب ياكوزا اللي قبل عشان كده أقول لي يجي منها أوك معني متحفظ شوية تترس خلص من تترس معا ما يحتاج وصف على طول هذي سوبر معا هذي تترس إفكت كنكتد للي ما يعرف تترس إفكت كنكتد هذي من أعظم الألعاب ليش؟ اللي أول حقها نزل قبل سنة تحمس قبل سنتين 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 الفين سنتين الفين ياسر المقاربت 19-18 لا متأكد بس الفكرة أنها لعبة تترس كلاسيكية العادية لكن مع موسيقى بنت حرام ومؤثرات هي بأهر جلت أساسا لا لا كانت لعبة عديدة ويجب تترس بها في VR بس أساساً VR تسويقها كان VR تسويقها أي شيء لكن VR ذيك الفترة كان حبة يبغل أي شيء يكون في VR لكي يأخذون فيه فلوس زيادة الشركة لكن الفكرة حقها أنها اللعبة هذه ما تفرق عن جزء الأساسي منذ قبل سنتين أضاف لها ملتي بلاير صحيح يجب تلعب ضد ناس هذا الشيء ما كان موجود في جزء الأساسي يجب تلعب كوب تلعب مع ثلاثة وثلاثة تلعب لك في تترس تلعب لك تترس على أي جهاز وتعرف لماذا اللعبة إدمانية وبالنسبة لي هي من الألعاب المثالية التي قدمتها لنا في صناعة الألعاب يعني ماهما تصدر لي شكل اللعبة جداً رائعة أريد أن أدعى السيادة بس ما أطوي بير حسروعنا كلهم من الحمارة أبدا طيب أختار له ثاني يا الله واتس دوكس واتس دوكس واتس دوكس لكن مشكلتي مع اللعبة من أول إعلانها لأن اللعبة ميتة بسبب عدم تواجد بطر أساسي فيها ما لها شخصية حتى الشخصيات التي تتوظفهم وتعتمد عليهم حتى عندما يتكلمون تشعر أنهم روبوتات لا تشعر أنهم بشر لا عندهم روح لا يوجد دافع قوي لأن لا يوجد ترابط بينك أنت والشخصيات الموجودة لأنك لم أعشت معهم شيء لم أعزم مواقف هذا كان في لعبة نوماد سول نزلت من زمان على جهاز الدريم كاست كما قال نواف الشخصيات كثيرة من الدرجة أن تضيع بينهم و لا تشعر أن حتى لو أحد مات أو نسجلهم و لا تهتم لهم لا تهتم لهم هو توجه جديد فكرة جميلة صراحة يعني العاب مثل هذه مشكلة هذه عرفت العاب مثل غرانثف تووتو كلها خلاص يعني صارت نظام واحد ترق خلص مهمات خلص القصة و جمع حتى لو اخترت الشخصيات الثانية تقوم بغير من أسلوب لعبك جزء كبير من اللعبة يجبرك أنك تستعمل مثلا العنكبوت الروبوتي حقك ايه صح طبعا هنا ما يفعل الجيمبلاي جزء الأول ما الثاني فهذا الشيء يجعله حتى لو غيرت الشخصيات من أسلوب لعبك لا يتغير مرة كثير لذلك نجعلها لك على هذا طيب دعنا نقول وش فهد أوري؟ أوري أوري سوبر أوري رهيبة أوري رهيبة موسيقى عذبة يجعلك كده تدمع شوي مع الحماس العالم رسمه مرة مرة جميل مع تعديلت الإكسبوك صارت 120 فريم تضيع فيها ساعات حتى لو ضعت في العالم وناس لأن الموسيقى رهيبة جميلة بالمظهرها مرة جميلة اللي يحب الأولى يحب الثانية أكيد طيب هل نتكلم جيرس تاكتكس؟ جيرس تاكتكس أنا أعرف جيرس بالتاكتكس ما لعبت جيرس تاكتكس لعبت على Game Pass ولكن لعبة مبسية ما فرقة؟ XCOM هي XCOM فقط جيرس يعني هي لعبة استراتيجية لك علي لا يحتاج أن نوصفها لا يحتاج NBA 2K هل أنت راجعتها بالمود البطيء بعد هل يقول لك NBA 2K 21 يجي منها يجي منها اللعبة فيها مشاكل من ناحية الدايات من ناحية الأشياء ذي جاهسين يحلونها كل شوي ومايكرو ترانزاكشن بالهبل لكن لما تجي تلعب أنت واحد وناس اللعبة لعبة كرة سلة مضبوط وتبسط وتتفلن يعني كلما لعبت في اللعبة كلما تكتشف طبقات كثيرة تخليك تتفنن في اللعبة وتبدع أكثر وبنفس الوقت مرحبة للناس اللي ما لهم في لعبة كرة سلة لأنه فيه تحكم بسيط وأنك تجم برضو تغير القرافيك صح؟ رسم حطرق أرق زيادك لا يغير القرافيك بشكل عام مسامات مسامات طيب تأثلس تجيب النور والله غريبة لا يعني اللعبة حاول مطورها اللي ما يعني في مطور هذا هو أصلا كان الرجال اللي كان مخرج الرسوم المخرج الفني حق جورني أخير ما شوارده؟ بعدين صار المخرج الكامل للعبة أبوزو أبوزو؟ حق الموية والحين مسوى اللعبته الجديدة اللي اسمها هذا أبوزو إن لم أجدك فيها هذه أنا مستغرب أنا هو حاول يسوي لعبة أنه كلها العاب عرفت جورني وأبوزو كلها العاب اللي واضح أنها خطية امشي مصار معين تقدم 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 تتوهمك أن أنت مكان لك مفتوف تسوي لك اللي تبغاه لكن في الواقع أنت جسد تمشي يسيبه هنا هو يبغى يتخلص من ذو الفكرة ويعطيك عالم أنت تجول فيه على راحتك وشو فيه اللي تبغى بس ما في شيء يحمسك لك تروح و تستكشف أي شيء صح العالم مظلم وصح في بخلوقات غريبة لكن أنا ألعب مليت لأن كل ما تسويه بس تتمشى و تنظر تتمشى و تنظر تتمشى و تنظر وممكن فيه قتال لحظات قتال زعيم تنحاش منا أكثر ممتقاة أنا شمت أتذكر القنب إلي شفت أنك تمشي وفيه كستات فيه كستات فيه كستات بس إنها ليس بشيء يعني مرة واو عرفت طريقة تنقلك في العالم لازم تضرب هذا اللي أزعجتني أكثر شيء ما تقدر تمشي بالحالك بسرعة لا استمن حقتك تنقص وعشان تزودها لازم تضرب أشياء معينة في السماء موقات معينة هذا الشيء يخليك تتحرك أسرع وتتمشى في العالم بالبداية كانت رهيبة لكن بعد فترة خلق شوي بقدر أدول عن ذولي حتى أقدر أتمشى في العالم على راحتي الأخر لعبة تجيب النوم هي لأنها لعبة خيصة بس خلاص كده انتهينا فيها خلصنا؟ لعبة خيصة لعبة خيصة طب ما لعبتها لا لازم لعبتها لعبتها أقول لنا خيصة أخيس لعبة صناعتها ننتندو ليس من ننتندو الكويتك مو وننتندو لأنهم رضوا على المشروع أنا لا لعبتها ما هي الطبعات الممتازة منها يقول لك أنها إذا عجبتك ما اسمها و هذي قادرون قادرون أن يقاربونها من ناحية المراحل حتى فيها شراين فيها فيها أشياء أعطها فرصة لا تعطيها فرصة لا لا هي لعبة دينيس سواري مثل الناس أم لا هي لعبة زلدة ما أدري لا أعتبرتها زلدة دينيس سواري الألعاب التي أمشي وطق أنا أحب One Piece لكن لعبتهم هذه واريوس طفشت من السلوب من ذلك أمشي وطق و جمع زبط زبع لف و أحد يطفش هذه قائمة نفهل تراطي على نفسك الحمد لله مبسوط لا تريد أن تعدل شيء أكيد بق سناكس خلالها سوبر لا خلالها خلالها طيب خلاص كذا الفيديو أنا راضي على القائمة كذا نهاينا الفيديو لا تسونا تشتركوا بالقناة وضعوا لايك وإذا لديكم أي شيء ثاني تابعونا تعرفونا تحتكتبوا بالكومنت إذا لديكم ألعاب ثاني فترحونا نسويها عندكم مثلا يعني هذا نسونا اليوم أفضل الألعاب بإطلاق الجديد إذا لم نسألك حاجات ثانية بعد أعطونا اقتراحات تحت في الكومنت حتى نقيم الأشياء حتى نقيم الأشياء عجبتكم هذه كما كفت الشيحة ونواف النغموش ننسيت اسمي الأخير لا أريد أن تقدم